اشتركوا في القناة القانون 68 منح عاملات المنازل حقوقا عمالية قابلة للتنفيذ للمرة الأولى ومنها التمتع بيوم راحة في الأسبوع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما وبساعات عمل لا تتجاوز 12 ساعة يوميا تتخللها فترات راحة لكن القانون بقي مفتقرا لبنود الحماية الرئيسة المتوفرة في قانون العمل العام يحضر القانون الجديد على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال وهو انتهاك شائع لحقوقهم لكنه لم يحدد عقوبة من ينتهك ذلك البند ولا يشمل آليات إنقاذ كإجراءات تفتيش العمل وفي يونيو حزيرا من العام الماضي أصدرت الكويت قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وتشمل هذه القيود عقوبة السجن والغرامة للمساس بالدين ورموزه أو انتقاد الأمير أو تداول تصريحات تنتقد النظام القضائي أو تسيء إلى علاقات الكويت مع الدول الأخرى موسيقى